يعني ضغوط الحياة الحياة كتير جدا وأسبابها كتير جدا لكن خلينا عرف السيدة المشاهدين برضو أعراض الإصابة بهذه المتلازمة متلازمة البطء أو الدكسيندروم متلازمة البطء بيبقى أهم عرض لها أن الواحد بيبقى واجهة شكله كويس قدام كل الناس اللي بتشوف نقوله ده بسم الله ما شاء الله ده ما عندهوش أي مشكلة ده بيبقى أول عرض ولكن الأعراض ده الداخلية اللي هي تنصحب عليه هو بيلاقيه دايماً بيعاني الأراض الإجهاد يعني مجهد أنا بيبقى أعرض ذاكر للأولاد مش قادرة أقوم هي ليه مش قادرة عندها متلازمة البطء بتلاقيه دايماً إنسان أجل التركيز بيتعرض لحوادث صرق كتير يعني تلاقي كل شفاية قاعد من نزل صوره على السوشيال ميديا العربية تخمصة يقولك يا رب ده يعمل عني العين هي مش العين هي متلازمة البطء اللي هي عندك بيلاقيه دايماً بيعاني من اضطرابات النوم يعني الساع البيولوجية عنده مختلة يقلق بالليل كتير يدخل ينام ما يجوليش نوم بيعاني في بعض الأحيان من تقدام الشهية التوتر الشديد العصابية المفرطة عدم الانتظام في العمل يعني بيبقى إنسان طول الوقت بيعاني من بعض المواقف الإشكالية عند المرأة تحديداً بيعانيها زيادة في الوزن يعني اللي بلاقيها عندها زيادة في الوزن أو وزن مفرط بيعرف أن هي بتعاني من متلازمة البطء وعندها مجموعة من البجوط الحياتية اللي مش قادرة لا هي تزيلها ولا تتكيف معاها ولا تتغلب عليها فبعرف أن هي عندها متلازمة البطء